نعود فنقول نعود فنقول كتاب الله تعالى يحمل قواعد ثابتة تم استنباطها من نصوصه الكريمة وهذه القواعد الثابتة من خلالها تفهم دلالات نصوصه نعم لو استمر البحث في نصوص كتاب الله تعالى لاتشفنا المزيد من هذه القواعد نعم لكن ما تم اكتشافه من قبل السابقين ويحمله كتاب الله تعالى هو قواعد ثابتة هو قواعد ثابتة لابد أن يدركها كل باحث في كتاب الله تعالى سنقف الآن عند قوله سبحانه وتعالى لاحظوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون مطلع هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لاحظوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نرى هنا أن كلمة بين قوسين البر نراها منصوبة وليست مرفوعة لاحظوا ليس البر ليس البر إذن هي خبر ليس إذن هي خبر ليس المقدم كلمة البر هي خبر مقدم لكلمة ليس ليكون المصدر المؤول ليكون المصدر المؤول للعبارة لاحظوا أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليكون هذا المصدر المؤول اسمه ليس المؤخر ليكون اسم ليس المؤخر ويبقى السؤال مطروحا ما هي الحكمة من تقديم الخبر ليسه ما هي الحكمة من تقديم الخبر ليسه ومن تعريفه بألأ التعريف ومن تأخير اسمه ما الحكمة من ذلك كلمة ليسة تفيد سلب المعنى ونفي الحال ومن راه أن ورود كلمة البر متقدمة على اسمها ومعرفة بألأ التعريف هذا الورود هو بيان أن المراد بهذه الصيغة ليس إخراجا للتولية من ساحة البر إنما المراد هو السلب كون التولية عين البر هذه الصيغة تبين لنا أن محور الحديث وجوهر يتعلق بالبر وليس بالتولية يعني ما أود قولة الجملة المفترضة البديلة الجملة المفترضة البديلة هي ليست التولية قبل المشرق والمغرب برا ليست التولية قبل المشرق والمغرب برا وهنا في هذه الجملة المفترضة فإن التولية كاسم معرف بألأ التعريف وتقدموا على خبره هي ما يراد إلقاء الضوء عليه بينما الصيغة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نرى فيها أن المعرف بألأ التعريف هو الخبر البر وأنه يقدم على اسمه الذي هو مصدر مؤول يعني لا أريد التوسع في هذه الجزئية ما أود قوله باختصار أن تقديم البر كخبر معرف بألأ التعريف وتأخير اسمه كمصدر مؤول هو لحكمة إلهية مرادة ليكون محور الحديث في هذه الآية الكريمة عن البر وليس عن التولية قبل المشرق والمغرب وبحيث لا يتم إخراج هذه التولية من ساعة البر وبحيث يتم نفي حصر البر بهذه التولية ومما يؤكد ذلك مما يؤكد ذلك هو العبارة التالية مباشرة لاحظوا ولكن البر لاحظوا العبارة التالية مباشرة ولكن البر لاحظوا السياق التالي نراه متعلقا بالبر وليس بالتولية ولأجل ذلك تم تقديمه يعني تم تقديم البر وتم تعريفه بألأ التعريف كما بينا العبارة ولكن البر هذه العبارة ولكن البر نرى فيها كلمة لكن عبارة عن حرف مشبه بالفعل اسمه هو كلمة بين قوسين البر وبعد ذلك يرد خبر وبعد ذلك يرد خبر هذا الاسم الذي هو كلمة البر يرد الخبر ويرد باقي السياق متعلقا بذلك لاحظوا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا السياق كله يرد متسقا متعلقا بخبر لكن السياق كله يرد متسقا متعلقا بخبر لكن حيث اسم لكنه هو كلمة البر كما بينا يعني معنا في هذا السياق حتى الآن مجموعة من العبارات المتتالية المعطوفة على خبر ولكن وكلها مرفوعة كلها مرفوعة لأن خبر الحرف المشبه بالفعل يأتي مرفوعا بعد ذلك بعد ذلك ترد كلمة بين قوسين والصابرين لاحظوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وما نراه أن كلمة والصابرين نراها منصوبة نراها منصوبة وليست مرفوعة كما هي العبارات السابقة لها إذن هي عطف على كلمة بين قوسين البر هي عطف على كلمة البر المنصوبة كاسم للحرف المشبه بالفعل ولكن يعني ما أود قوله هذا الحرف المشبه بالفعل ولكن له اسمان الاسم الأول هو البر وقد أخذ خبره كما نرى وبعد أن أخذ الاسم الأول خبره يرد الاسم الثاني يرد الاسم الثاني وهو كلمة الصابرين بعد ذلك ترد العبارات لحظ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ترد كخبر للاسم الثاني والصابرين وفي الوقت ذاته في الوقت ذاته يتعلق بهذا الخبر أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون يتعلق به كل ما سبق وما نراه في النص أن كل من اسمي ولكنه وهما البر وبين قوسين الصابرين نرى أن كل منهما يصور لنا ساحة لها حدودها المختلفة عن الساحة التي يصورها لنا الاسم الآخر وما نراه أنه في بداية العبارات المصور لخبر الاسم الثاني وهي كلمة أولئك لاحظوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نرى أن كلمة أولئك يتعلق بها كل الذين ورد ذكر لهم في السياق السابق سواء في خبر اسمي ولكن الأول الذي هو كلمة البر سواء في خبره أم في اسمي ولكن الثاني الذي هو كلمة الصابرين من هنا نرى جانبا من عظمة هذه الصياغ القرآنية وذلك بتأخير كلمة والصابرين كاسم ثاني لكلمة ولكن ومن هنا نرى أن ما يتوهمه الواهمون وما يفتريه المشاككون هو صياغة مطلقة هو صياغة مطلقة لا تخرج عن النوميس الثابتة لقواعد لسان كتاب الله تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا